أثار السباح الأمريكي مايكل فليبس المتوج يوم اللحد في أولمبياد ريدي جانيرو بذهبيته التاسعة عشر في الألعاب الأولمبية الفضولة بنقاط دائرية داكنة على كتفائه النقاط التي ظهرت ليست نتيجة التمارينة الأمريكية جماعية بل بسبب اللجوء إلى علاج الطب البديل الحجامة والتي تستخدم كعلاج لفتح منافذ الطاقة من خلال تحريك كأس ساخنة مفرغة من الهواء لدقائق عدة على الجسم فتفتح المسالك وتخرج الطاقة المحتبسة أو السموم الموجودة داخل الجسم وتوضع أكواب على القسم الذي يحتاج إلى العلاج كما يقول صون الذي عمل كممارس الطب الصيني لمدة ستة وعشرين عاما هذه هي طريقة تقليدية وطريقة العلاج بالحجامة يعتمد على الضغط وشفط الدم الفاسد فيما تحافظ الحجامة على تهدئة العضلات وحتى المساعدة في علاج الآرق ظهرت في ألعاب ريودي جينيرو لجوء الرياضيين إلى هذه الوسيلة من الطب البديل لمعالجة التشنج العضلي وألام المفاصل والزكام والألام المعاوية ومشكلات الجلد والتنفس والتي توفر الراحة من الألم طيلة ممارسة الرياضة والتدريب الدائم والتي تجعل من عضلات الرياضي أكثر تشنجا محاولة في الوقت داثه مساعدة الجسم في التخلص من الدم الفاسد ربما تكون وسيلة للوصول إلى قلاده ترجمة نانسي قنقر